السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناس اللي بتحب الحاجات المقرمشة الملحة هتعجبها جدا وصفة النهاردة غير ان هي مغزية احنا ممكن نعملها كده ونحطها قدام الاطفال ندهلهم في اللانش بوكس احنا ناكل منها مقرمشة ولزيزة جدا بمكونين اتنين يلا نخش على الوصف على طول احتاج للشوفان واحتاج للبنجر متخيلين البنجر او الشمندر في كمية فويد قد ايه واحتاج كمان زيت زيتون بسيط جدا الملح وعايزة بقى شوية منكهات كده عشان تعمل طعم جميل جدا عبارة عن كامون سمسم حبة البرقة او الحبة السودة وبابريكا معلقة كبيرة مليانة من كل حاجة على المقدار كله تعالوا اول حاجة نعملها هو البنجر او الشمندر ده بيكون شكله عايزين نسلقه عشان يكون سهل معي في الوصفة ممكن تعملي الخطوة دي قبلها بيوم مثلا فبتسهيل على نفسك كل اللي بعمله لانا بقشره وبقطعه صغير جدا وبحط عليه مية نخلي بالنا لو احنا يعني اا يعني مش عايزين ايدينا تلون او حاجة ممكن نلبس ايج لفزة او كده ولكن انا بحب الالوان الطبيعية زي وبتطلع على طول يعني كمية فيتامين غير عادية اا مليان طبعا حديد وفوايد كثير جدا من الشمندر ومن انا كثير اوي ما بيكلهوش وبينسوه والاطفال يعني برضو هيكون مغزي جدا لو احنا بنديل الاطفال هروح احطه على النار واغطي عليه واسيبه يستوي يعني هيوعد حوالي ربع ساعة عشرين دقيقة لحد ما يستوي تماما دلوقتي هجيب اا هند بلندر او خلاط بالمي بتاعت اللي انا سلقته فيه هبتدي كده ايه اخليه بيوريه موضوع سهل جدا ويلا بقى على طول شايفين الشكل ده فاي حاجة كده انا مش هعجن ولا حاجة هنشوف هنعمل ايه بتاعبوا بس نحط كوباية من الخليط اللي هو بتاع البنجر مع المية بعد مهرسنين والشوفان هكون طبعا تحناه وعملنا كتير اوي تحن الشوفان احدث طريقة عملتها معاكو تحن الشوفان في الخلاط لما الخلاط يكون ناشف تماما نحط فيه الشوفان كامل الحبة ونتحنه دلوقتي هحط من الشوفان المطحون حوالي كوباية وربع يبقى كوباية من البنجر مع المية المسلوقين والمهروسين وصادها كوباية وربع من الشوفان المقرمشات دي مش بتحتاج اي مواد رفعة ولا خميرة ولا اي حاجة ولا عجنة عشان كده هي يكون سهلة جدا خلاص كده تعال نحط النجاهات معلقة كبيرة من السمسم معلقة كبيرة من حبة السودا او الحبة البرقة والبابريكا والكمون برضو معلقة كبيرة وطبعا الملح بما انها ملحات فنستعمل نوع ملح بحري او ملح الهمالية عشان يكون مفيد يعني وهقلب احنا مش هنعجنه احنا عايزين الخليط يكون معانا بس متماسك هنشوف كده ازاي ممكن بعد ما قلبه كده اسيبه حوالي ربع ساعة الشوفان هيمتص البنجر وهيبقى شكله متماسك او اشتغل على طول زي ما انا هعمل شايفين الشكل ده هو ده القوام اللي انا عايزينه هجيب صنية كبيرة وهحط عليها ورق من ورق الخبز عشان السهولة يعني مش اكتر من كده هحط عليها حوالي معلقة كبيرة من الزيت ودهنها كويس جدا مطرح ايدي زيت بقى فاسمحولي اللي انا هكمل كده اللي انا هفرد الخليط ده في الصنية كلها وانا ادية كده مبللة بالزيت الناس اللي مش عايزة تفرد باديها ممكن تستعمل معلقة زي ما هعمل دلوقتي برضو خلاص هرجع بقتين اعمل بادي عشان انا صراحة حبة جدا اللي انا افرده باديها احس بالطبقة اللي انا عايزاها عايزاها يكون رؤيق جدا على قدر الامكان مش اغال الفرن على درجة حرارة 180 قبلها بعشر دقايق ودلوقتي هدخله الفرن على مرحلتين اول مرحلة هيستوي تاني مرحلة هقطعه اقرمش كده خلاص فردت بضمير اهو شايفين ما خدش في ايدي وقت خالص ازاي يلا يخش الفرن هيقعد حوالي عشرين دقيقة بعد عشر دقيقة هلاقيه ان هو بقى متماسك كده زي ما احنا شايفين بصوا قلبته من تحت لقيته متماسك بس طبعا طري اعمل ايه هابتدي اقطعه بالشكل اللي انا عايزاه ممكن اقطعه بالسكينة او اجيب اللي هي الاداة بتاعت البيتزا دي اي حاجة عندك اقطعي الشكل زي ما انت حبه ولكن انا عملاه مناسب جدا للاطفال والكبار عارفين كده لما بتبقى اعمل زي الشيبس كده بيكون احلى بكتير هده خلوه داني الفرن على ضربة حرارة اهدى شوية يعني خليها على مية وسبين يقعد حوالي يعني ربع ساعة عشرين ديقة تاني على حسب ما انت هتلاقيه ارمش معاك ولا لا بعد كده هتطفل الفرن وتسيبيه جوه الفرن شوية هيبقى عامل بالزبط زي ما ارمشات الطعم رائع جدا لاننا حطنا نكهات كمان جميلة تعالوا نرجعه تاني بس في حاجات اهي ما تقطعيتش قطعها سهل جدا ودلوقتي ما فيش داع اللي انا حطه تاني الورقة خلاص احط في الصينية بقى كده مباشرة هفرده عشان يقرمش بسهولة ويلا تاني على الفرن المقذير مكتوبة ان شاء الله في اخر الفيديو اتمنى ان هي تكون عجبتكم واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو تاني ومع السنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة